أبو عباس فقع طيب طازج جديد لحقوا يبع هوادي 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 الفقع أغلى فاكهة أو غذاء يمكن أن تدفع له عشرات الدنانير لتحصل عليه أهو بيضة الأرض أم نبات الأمطار والرعد الكويتيون عشاق الفقع أو الكمأة كما يسمى باللغة العربية وهو ذهب الغذاء أصبح اليوم غاليا وينافس أسعار الذهب السنة هذي غير طالي حيل الأسعار كم وصلت من خمسين إلى ستين ستين ديلا نعم كيلو كان ليبي ولا أي دولة الأسعار غالية لأنه بواحد نزلنا أسعار يشوف لنا نظم الأمور هذه إذا الأسعار كواحد يعطي كل بس قاعد يعطيك سعر يقولك هذا ليبي وهذا عراقي وهذا كويتي وهذا سعودي كواحد يحط له سعر على كيفها شون رح نشتريه أكيد الأسعار مبالغ فيها خمسين دينار ولد عمي كم مستهلك أخذ لي ذبيحة آكلها شهرين أنا والعيال أفضل لي هذا واحد أثنين مو ملزم آكل فقع عند البطاط ألذ من الفقع والمستهلك هو دائما المستهلك هو الضحية يعني خمسين دينار كيلو أنا عندي عائلة سميل مثال تتكون من ثمن أو ثنعش نفر نعم يعني أغل شي بأخذ لي كيلوين خنقول ثمانين دينار أو تسعين دينار تسعين دينار ذبيحة بالثلاجة أولى غليل جدا بعد بأنه حرصة حرصة على سنوي لازم بالموسم لازم نشتري منه لكن مشكلتنا بالأرض مشكلتنا بالمطر قلة مطر قلة أرض يشح السوق غالي جدا العام كان خمسة وعشرين وعشرين لكن خمسة وخمسين غالي جدا باعة الفقع يعتبرون الأسعار معقولة لأنه لا توجد وفرة بكميات الفقع والمتواجد حاليا بالسوق هو الفقع الليبي الكمية غليلة لأن الأمطار متأخرة والوسم ما ضرب بالأرض يعني مثل ما تقول يعني تأخرت من شهر ثمانية إلى شهر تسعة إلى عشرة إلى أهدعش ما ضرب هذا الوسم يصير يعني طبعا يصير الفقع الشحيح نحن جاعدين لحين استعدادنا من ليبي هذا الفقع اللي يجي لنا هذا الليبي شوية غالي علينا مثلا عرف ترالي ونشتري حبة وسط حبة صغيرة مرات يرباح مرات يخسر بس نحن شغلتنا بعد مهنتنا العمل من الفقع كل بسطات الحين فاضيات لأنه كمية غليلة قاعد يجي قاعد يجي باليوم وترق قاعد يجي 40 كيلو 50 كيلو حق بسطة وحدة هذا يصرف بها يوم يومين تقلص البضاعة يظهر ينطر بضاعة ثانية على ما تصل الفقع أو كما يسمونه الكمأة مادة غذائية مفيدة ويقال أن ماءه يشفي العين من الأسقام وهذا موجود في الطب النبوي والفقع له أحجام مختلفة والبيضاء تسمى زبيدية أما الأسود والأحمر حسب التربة فيسمى خلاسي والبعض يسميه إخلاص وهناك الهبيري ولونه أسود وداخله أبيض وهناك أيضا الجبة ولونها أحمر مع شح الكميات المعروضة في سوق الفقع أسعار الفقع تنافس أسعار الذعب فهد زايد لقناة اي تي في العدالة